السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا تطبيق التأثيرات على الصورة تصفية في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت أيضا وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية إضافة تأثيرات على الصور أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يستخدم الطالب والطالبة برنامج تطبيق الصور على ويندوز ثانيا أن يستخدم الطالب والطالبة خيار عوامل التصفية لإضافة تأثيرات على الصورة ثالثا أن يستخدم الطالب والطالبة خيار التعديلات لتغيير اللون والإضاءة رابعا أن يفرق الطالب والطالبة بين خيار حفظ وحفظ نسخة وتراجع عن الكل دعونا نتذكر أعزاء الطلاب والطالبات ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ما تعلمناه في دروسنا السابقة هيا معي نتذكر ماذا تعلمنا؟ في دروسنا السابقة تعلمنا عن عرض الصور، تدوير وقص قلنا يتيح تطبيق الصور على ويندوز للمستخدم تحرير الصورة وإجراء التعديلات عليها كذلك التحكم بحجمها كذلك إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها كذلك تغيير اتجاه الصورة وغيرها من التعديلات لماذا؟ حتى تظهر الصورة بشكل جميل وبشكل أفضل كيف ذلك؟ دعونا نطبق على هذه الصورة تذكروا معي لدي دراجة صفراء ولدي سيارة بيضاء أنا أريد أن أحصل فقط على صورة الدراجة الصفراء إذن سوف أقص هذه الصورة أقص صورة السيارة وأبقي على الدراجة بعد ذلك أقوم بتدوير الدراجة هيا نتذكر كيف أقمنا أو كيف قمنا بذلك ولكن كيف عثرنا على برنامج الصور؟ أولا في جهاز الحاسب لدينا خطوة بخطوة هيا معي من خلال خيار البحث الموجود على شريط المهام هنا ماذا أكتب؟ أكتب صور أو باللغة الإنجليزية photos يظهر لدي التطبيق أنقر عليه بعد ذلك أبدأ بالبحث عن الصورة أنا أريد الدراجة والسيارة وجدت الصورة نقرت عليها الآن أبدأ بالخطوة الأولى قص الصورة كيف أقصها؟ من خلال خيار تحرير الصور اختر قص وتدوير بعد ذلك أستخدم ماذا؟ أستخدم الفأرة لسحب الإطار على الصورة التي ترغب فيها أنا الآن أستخدم الفأرة وأقوم بالسحب بهذا الاتجاه أي أنا أريد أن أقص صورة السيارة وأبقي على صورة الدراجة كما ترون صورة السيارة أصبحت مظللة باللون الرمادي إذن هي سوف تقص أقف عند هذا الحد أريد أن أبقي على صورة الدراجة بعد ذلك إذا اخترت الإطار الجديد للصورة أنقر على ماذا؟ كلمة ماذا؟ تذكروا معي حفظ حفظ بعد أن نقرنا على كلمة حفظ نلاحظ أن الجزء الذي قمنا بقصه قد اختفى من الصورة اختفت السيارة وبقية الدراجة ماذا عن تدوير الدراجة؟ لتدوير الصورة نضغط على قص وتدوير ثم تدوير كل مرة أضغط على كلمة تدوير تستدير الدراجة كما ترون كل مرة أضغط على تدوير تستدير الدراجة ماذا عن تطبيق التأثيرات على الصورة؟ تصفية قلنا يمكن إضافة تحسينات أيضا على الصورة إذا كانت تحتاج إلى ذلك بعض الأحيان قد تحتاج الصور إلى زيادة سطوع أو تغيير في ألوانها نلاحظ الفرق بين هاتين الصورتين الصورة رقم واحد هي الصورة الأساسية والصورة رقم اثنان طبقنا عليها عوامل التصفية ولكن كيف قمنا بتطبيق عوامل التصفية؟ أولا هيا نرى كيف أضفنا التأثيرات على الصورة ولكن كيف وجدنا تطبيق الصور أولا؟ أيضا من خلال خيارات البحث أكتب كلمة صور أو فوتوز أنقر على البرنامج بعد ذلك أبحث عن الصورة اخترت صورة الزهرة حين ذلك أنقر على تحرير بعد ذلك تظهر لدي عوامل تصفية كثيرة أختار من بينها عندما أختار من بين عوامل التصفية هذه نرى تغير لون الزهرة نستطيع أن نختار من عوامل التصفية الموجودة أو مجموعة من الخيارات التي تسمى فلترز كما ترون اخترت عامل تصفية آخر فلنرى الفرق بين الصور الثلاث هذه الصورة الأساسية وهذه الصور بعد أن أضفت التأثيرات أو عوامل التصفية لاحظوا الفرق بين الصور وألوانها كما ترون تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة أيضا درجة اللون والسطوع تعلمنا كيف نقوم بتغيير ذلك من خلال قلنا أنه يمكن زيادة سطوع الصورة ودرجة اللون من خلال خيارات تعديلات نضغط على تعديلات بعد ذلك نستطيع تعديل الإضاءة ونستطيع تعديل اللون نتحكم بالألوان التي نريدها نلاحظ الفرق بين الصورتين بعد تعديل الإضاءة واللون هذه الصورة الأساسية وهذه الصورة معدلة كما ترون نختار الصورة والتعديل الذي نريد قلنا أيضا في درسنا السابق إذا أردنا تطبيق التأثيرات أضغط على ماذا؟ كلمة ماذا؟ حفظ أو save عند النقر على حفظ و save نلاحظ الصورة حفظت بالتعديل التأثيرات عليها لم؟ إذن الصورة القديمة بألوان الزهر القديم قد اختفى وبقيت الصورة الجديدة بعد إضافة التعديلات في ملفي كما ترون إذن ماذا سنتعلم اليوم إذن؟ سوف نتعلم أنه إذا غيرنا رأينا ماذا لو غيرت رأيك؟ أضغط ماذا؟ أنا قمت باختيار عوامل التصفية لم أختار حفظ إلى حد الآن ولكني اخترت هذا العامل ولكني غيرت رأيي كيف أرجع أو كيف أقوم بإرجاع الصورة الأساسية؟ ماذا أضغط؟ نضغط على التراجم عن الكل عندما أنقر على كلمة التراجع عن الكل عندها تعود الصورة الأساسية بعد ذلك أحاول عمل الخطوة وعوامل التصفية من جديد إذن إذا تراجعت عن عوامل التصفية وأريد أن أعيد الصورة إلى صورة شكلها أو ألوانها الأساسية أضغط على تراجع عن الكل هيا أنطقوها أعزائي الطلاب والطالبات التراجع أحسنتم عن الكل كما ترون هنا أنقر عليه فتعود الصورة كما كانت حينها أستطيع أن أبدأ مرة ثانية بالخطوات السابقة بتغيير لونها درجة سطوعها واختيار عوامل التصفية التي أريدها إذن التراجع عن الكل هذا ما تعلمناه اليوم إذا غيرنا رأينا نضغط كلمة أحسنتم التراجع عن الكل لدي الآن نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا حتى نقوم بحله اختر الإجابة الصحيحة إذا غيرت رأيك في تطبيق التأثيرات إذا غيرت رأيك في تطبيق التأثيرات على الصورة اضغط على ماذا أضغط؟ أنا غيرت رأيي أضغط على حفظ أم تراجع عن الكل أحسنتم أنا غيرت رأيي إذن أضغط التراجع عن الكل حفظ أي أنا وافقت وقمت بحفظ الصورة ولكني أنا لا أوافق غيرت رأيي إذن أضغط أحسنتم التراجع عن الكل هكذا أستطيع أن أعيد الصورة إلى كما كانت بألوانها الأساسية الآن لدينا النشاط رقم خمسة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي يمكن زيادة تطوع الصورة من خلال خيار تعديلات هل هذه العبارة صحيحة من خلال خيار تعديلات أستطيع زيادة سطوع الصورة؟ نعم نضع علامة صح هذه العبارة صحيحة العبارة الثانية لا نستطيع تطبيق عوامل التصفية على الصور هل هذه العبارة صحيحة؟ خاطئة أحسنتم تعلمنا كيف نقوم بتطبيق عوامل التصفية على الصورة المتعددة كما رأينا قبل قليل إذن نضع علامة خطأ لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته